بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه إن الدين يسر عبارة كثيرا ما يسمعها الإنسان وكثيرا ما يحفظها ويكررها دون أن يفطن إلى ظاهر وباطن معانيها ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن رب العالمين فيما نزل عليه من وحي كثيرا من الآيات التي تؤيد أن دين الله عز وجل يسر لعباده قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا جملة كبيرة من الآيات تؤيد أن دين الله عز وجل ليس فيه مشقة قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال أيضا إلا ما آتاها فما كلف الله عز وجل بالمحال ولا كلف بعسير ولا كلف بمستحيل ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بالوحي أيضا يسوق لنا كلاما غاية في الجلال والجمال ينبغي أن يستحضره الإنسان حياته كلها قال بعثت بالحنيفية السمحة يعني لم يبعث بمشقة ولم يبعث بعسر بل أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أعلانا صريحا فقال إن خير دينكم أيسره هكذا وكررها ثلاثا إن خير دينكم أيسره غير أن المتأمل لحال الناس يظن أن المشقة هي الدين وأن الالتزام هو غاية الاستجابة لأمر الله عز وجل دون أن يفطن أن اليسرى الحقيقي وأن الرخصة الحقيقية هي التي تأتي من عالم متحقق أما التشديد فيحسنه كل أحد التشديد يحسنه كل إنسان لكن اليسر والسماحة والسهولة والبساطة بل قل الجلال والجمال في أمر الله عز وجل الذي لا تكلف فيه ولا عنة ولا مشقة ولا إرهاق لأن الله عز وجل قال لنا مخاطبا ما يفعل الله بعذابكم كأن الله عز وجل لا يريد أن يعذبنا وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتطوع من نفسه فبالغ في العبادة وظن أن المبالغة في العبادة إنما هي محض تقرب إلى الله عز وجل فجاء ثلاثة نفر في الخبر المشهور إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها يعني عدوها قليلة قالوا أين نحن من عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ثم قرروا مع أنفسهم وبأنفسهم عبادات ظن منهم أنها تقربهم إلى الله عز وجل فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفتر وقال الثاني وأنا أقوم ولا أرقد وقال الثالث وأنا أتزوج النساء ظن أن هذه الأعمال وأن هذه المشاق التي تناقض الفطرة والتي يطغى فيها جانب على جانب ظن منهم أنها تقربهم إلى ربهم لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الزيادة وهذه المبالغة لم يكتفي بأن يرفض هذا سرا وإنما أعلن معلما للناس ما بلغني عن قوم قالوا كذا وكذا ثم بيّن حاله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل حال وأقرب حال إلى الله وهو أعبد الناس لله وأتقى الناس لله صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأصوم وأفتر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنته فليس مني وكان هذه العبارة الأخيرة التي ختم بها حديثه الشريف صلى الله عليه وسلم أن تعطينا ميزان العقل وميزان العقل أن السنة هي نوع توازن بين مطالب الروح والجسد بين مطالب العقل والقلب بين مطالب الدنيا والآخرة فلا يطغ جانب على جانب فمن ظن أن الرهبانية من شرعنا فوظن مغلوط ينبغي أن يفهم أن الله عز وجل اتمننا على الدنيا واستخلفنا فيها وطالبنا كذلك بأن نعمر آخرتنا وفي الجانب المقابل هناك من يفهم التيسير الذي جاء به الإسلام والتي نزلت به الشريعة يفهم التيسير هذا على أنه تفلط أو انخلاع من ربقة التكاليف يظن كلما أمر بأمر أو كلما نبه على تقصير أو كلما قيل له في شيء من أوامر الدين يفوته يقول إن الدين يسر وكأن اليسرية هذه أو كأن السهولة هذه التي بني عليها الإسلام والتي بنيت عليها الشريعة كأنه يظن أنها انخلاع وتفلط ثم هذا الظن المغلوط الذي دائما ما يشير إلى أهم حاجة القلب وهذا أيضا ظن مغلوط فإنما الدين عمل إنما الدين عقيدة وعمل إنما الدين ارتكان إلى أمر الله سبحانه وتعالى وليس تفلط ولا انخلاع فاليسر والسهولة أيها المستمع الكريم لا تقف فقط عند حد الالتزام بما تراه بنفسك وإنما الدين في ذاته يسر ومن تأمل العبادات والشرائع بتفاصيلها وجد أنها تنتقل من رتبة إلى رتبة فمن لم يجد الماء تيمم ومن لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا ومن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى لجنبه أو متجعا كل هذا من التيسير من استطاع أن يصوم فليصم ومن لم يستطع أن يصوم فليتم من أيام أخر وهكذا في كل شعائر الإسلام تجد التيسير والانتقال من رتبة إلى رتبة إن ديننا هو دين التيسير ودين السماحة نعم اعبد ربك كما أمر ربك وتقرب إلى ربك بما أمر نبيك صلى الله عليه وسلم وهذا هو غاية التيسير نسأل الله عز وجل أن يسر أمورنا أجمعين ترجمة نانسي قنقر